الناس عارف ان هو الاجنابي انت يعني خلاص هو هاخد قرار محدش هيقدر يتكلم معي هو الراجل لكن مصري كابتن اهاب جلال بقولك بيتدبح من دلوقتي الناس بيتدبح فيه معبره انت معلو علصاق خسارة من المزيم بالنهاردة بفكرة اختيار الكابتن نهاية مدير فني للمنتخب لا انا مش معها انت عارف ان انا رأي من الاول ان ما كانش فيه مدير فني مصري ينفع زي كابتن حزم ما قاله زي اغلبية الناس اللي ما فيش مدير فني حاليا يقدر يمسك منتخب مصري لكن قلنا ان كابتن اهاب جاي ومسك خلاص اخنا هو ما اختاروه خلاص نظر انه بقى في ظهره لكن هو كابتن اهاب اللي ما قلتلك هو ثلاث اربع ماتشات بتاع الموسم بالنسباله زيرو فيه اتعادل ماتش على ملعبه مع مازمبي تقصدك الماتشات المهمة لأهل وزمالك ومازمبي اتعادل ماتش واتغلب ثلاثة اتعادل ماتش كمان على ملعبه النهاردة خلي بالك مازمبي لو فضل ضغط الشوت التاني كان ممكن الماتش يخلص اربعة خمسة المازمبي تراجع ووقف في نص ملعبه مع التغييرات مع بيته التشكيل بشكل واحد هو كابتن اهاب الحقيقة مشتت شوية في موضوع التصريحات حتى تصريحاته بعد الماتش النهاردة بيتكلم على قرضية ملعب بيقول احنا مش هنلعب لا انت ممكن تلعب على الارضية دي اسوأ انت معك فرع في المجموعة اه فوق التواجه مجهول اه فانت وارد فانت بالنسبة لك هي دي ملعب افريقيا اللي هتلعب عليها وهي دي الاجواء اللي هتلعب عليها وهو ده التحكيم بتاع افريقيا انت بتتكلم في حكم رايح من الحكام النغبة ده حكام لنا ماتش تقريبا المغرف في بطولة افريقيا الحكام بتاع النهاردة ده بتاع ماتش بيرومنز فحكام هي دي اللي موجودة في افريقيا هي تتعامل مع الظروف دي لازم تتعامل ولازم تسد وده انا خالص يا كابتن اهاب عن الاعلام وعن الكلام الكتير اللي بره وتشتغل بس اه الناس مش ملهاش الا الشغل طب قبل مختب انا لازم اختب خلال دقتين الاهلي بتداي من موضوع الحكام الاجاني متحاد الكرة ما عارفش يجيب له حد من حكام الصف الاهلي عايز عدالة عايز عدالة الحقيقة اه ما الاهلي بقى لنا عشر سنين الاهلي كل مرة يطلع يقول نفس البيان السنة اللي فاتت حصل وما فيش حكام اجانب جت السنة اللي قبلها حصل وما فيش حكام اجانب جت ولو جبتلك الدور اللي هو بتاع كان 2018 او 2018 حاجة زي كده الاهلي طلب حكام اجانب جاب في اربع ماتشاط حكام اجانب خطف اللي اربع ماتشاط اتنين بونت باية حكام الاجانب وبعد كده طب يا عام هو مال ايه هو ايه حكام الخمس دوريات الكبرى اش معنى ايه مش هيدفع فلوس ايه ما يدفع فلوس انا هدفع فلوس هشير البراند اللي انا عايزه انا حر هيدفع ربين الف دولار ماشي مفيش حكام الدوريات الخمسة الكبرى طب انت انت يعني فكرة ان الاهلي بعايز حكام اجانب انت ما هو حر ايه ما هو حر عايزه حكام اجانب محدش جاله حكام اجانب اهو بيرامد زكن عايز حكام اجانب السنة اللي فاتت كانت اتحاد كوره رافد السنة اللي فاتت وكاتلايحة اللي انت تجيب حكام في اللايحة اللي انت تجيب حكام براحتك طب الاتحاد السنة دي اول ما تجيبه السنة اللي انت تجيب حكام اجانب اهنا وصح هو الحكام للمطشين دول بس بس يعني مش بقى الموسيم هو الراجل المطشاط اللي عارفها عايز فقى حكام تمام هو حقه يطلب حكام اجانب براحته طبعا كل واحد بيدور على مصلحته وكل واحد يدور على حقه لكن انا شايف ان الموضوع كله لازم يبقى تطلب حكام اجانب من دورات الخمسة الكبرى قبلها بشهر ونص او شهرين ايوه مش هتيجع قبل المطش بتلاتة Labs اوي اяютا اعز أحكم من المانيا عايز حكم من газانية ايوه بفلوسك ما فيش حكمها ضيد لك من دول دي قبلها بتلاتة Labs اعزك تتفق من بدري طب قبل ما نختبه بسرع توقعاتك لا مطش الاهل والطلاقة الاهل يكسب كم الاهل هيكسب كم توقعاتك ايه واتش الاهل يكسب كم انا انا شافها فرق اتنين فرق اتنين؟ الاهلي لو كسب هكسب واحد لا مش هكسبها لو قول توقعك ايه؟ توقعك؟ طيب شبقت لعبني وتقول له هات الفيديو اصلا انا كنت قايل والكلام بتاعك ده تعادل يا راجل تعادل اقول لك هو تعادل الماتش الاربع و احنا بعدنا الخميس ممثل لمصر الوحيد في افريقيا اللي وصل سيم الفاينال و قهر الرجاء والفريق اللي خرج من افريقيا ما هو قهر الاهلي لسه قهر الاهلي من اسبوع يا جماعوا الماتش الاربع صح؟ مصري هابدل معكاب تنا احمد ايه دي جي الاربع مكان الخميس لان انا هكسبوا هكسبوا الماتش ده طيب انت توقع التعادل يعني اه متوقع مين ياخد الدول الانجليز الستي ولا ليبربول اه بقول الستي الماتشات 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 الستي اسهل اه وهم هابدل الازين بينزلوا يخلصوا مينبادر النهاردة الماتش كان صعب جدا كويس اللي هو الاسيستي بتاع صراح ده خلص ربنا يكرم بصراح برضو فيلي اللاكري اه طبعا انا 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 بتمنى انه هو ياخد الدور الانجليز اشتركوا في القناة